اشتركوا في القناة وبعض الاشياء اللي صارت فبالمختصر عساس انه ما اطيل في الموضوع لما انا بطلب عملية الداعم بعملية اللايك والكومنت والشير والاشياء هاي انا بقدر انه في اشخاص لانه هذا علم الفلك او علم الابراج او التنجيم او 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 هذا كله اللي احنا بنحكي فيه فيه ناس كثير يعني ما زالت بجهلها تعتقد بانه هو حرام او انه بدهم مش من باب الشبهات وبحبوش يواجه الناس او الناس تعرف عنهم انهم بيامنوا في هاي العلوم او ما بيامنوا في هاي العلوم انا بعذرهم وبعذر كل الناس فبعرف انه مش كل واحد بقدر يشير اي شيء هي مقصود اللي بقدر واللي عنده الجراءة ويعتقد اعتقاد تام او ايمان بهذا العلم انه علم رباني وهذا العلم تم طمسه لتجهيل الناس تم طمسه لاجل انه الناس ترجع لجهل اه كبير طبعا ما بناشي نخذ بتفاصيل ولكن هي بنبدي انه كل علماء المسلمين القدامى كلهم كانوا يتعلموا الكيميا ويتعلموا او الخيمياء بمعنى اخر ويتعلموا علم الفلك ويتعلموا الفلسفة ويتعلموا الطب وبعدين يبدعوا في العلوم الاخرى اللي هم بدهم يتخصصوا فيها فهي اساس العلوم كله من ضمن اساسها هو علم الفلك الان في ناس لا ما زالت طبعا بسبب لهم الناس الجهلة حتى بالافتاء الشرعي اللي حرموا هذا العلم لاجل انه الناس ما تشغل مخها يظلوا جهلة فاحنا بهذا القناة يعني حاولنا انه نوصل للناس انه هذا العلم ما له علاقة بالغيب نهائيا وهي عملية ادارة يعني زيها زي الارصاد الجوية زيها زي تنبؤات الاحوال الجوية زيها زي اي علم اخر فيه اشي اسمه غيب نسبي بتقدروا تعملوا سيرج ايش هو الغيب النسبي تقرأوا عنه بتعرفوا انه احنا بنتحدث عن اشي اسمه غيب نسبي مش غيب مطلق الغيب المطلق لا يعلموا الا الله عز وجل فقط لا غير فعشان هيك انا بعدر الجميع الان اللي عندهم جراءة انهم ينشروا هذا العلم هي اشي ذكروا احد الاصدقاء او احد المتابعين او الاخوة قال ها هي نوع من انواع الدعم بمسمى البوش يعني بمعنى اخر انه انه انت بالناس اللي بتتابع الفلك تقول انا بنصح اللي بدو يتابع الابراج يتابع سعيد منع مثلا اذا سعيد منع ثقة ممكن تقول لا افلان ثقة ممكن انت بتثق في شخص اخر ممكن انت ما بتثق في سعيد عادي جدا سعيد ما بزعل المهم انك انت تفهم شو هو هذا العلم والعلم هذا بسيط مش علم معقد بقدر عقد لك اياه وصلك لمرحلة انك ما تفهمش ولا اي اشي من هذا العلم انا من اول ما رجعت للقناة وانا بقول انا بدي اعلمك وعلم الفلك انه علم سهل وسلس وبسيط بدون تعقيدات عشان هيك بحاول اني ابسط المعلومة هسا فيه اشخاص بتيجي بتقول لك انت سلبي وانت يعني بتحكيه بسلبية وبتعطيناش طمأنينة اذا الكواكب هي نفسها انا ما بجيب اشي من عندي الكواكب نفسها انا بقول لك هي منتحسة اذا الكوكب نفسه اللي بدي يعطيك التاثيرات منتحس انا من وين اجيب لك سلبية من ان وين اجيب لك ايجابية يعني ابتكرلك اكذب عليك ما راح اكذب عليك فيه مئة الف واحد بيحكوا انه انت بده يجيك مال وبده يجيك بدك تتزوج وبدك تحب وبدك تصالح وبدك تدخل بمشاريع وبدك تدخل مال روح روح تابعهم يا اخي تابعنيش اذا انا كلمتي هاي لما انا بقول لك دير بالك من كذا هذه سلبية بدها تتحكم في حياتك يا اخي روح طاقة الجذب هاي روح جيبها روح هم بعطوك اياها انا ما راح اعطيك اياها لاني ما راح انافق لك ما راح اكذب عليك فمت علي لاني انا بعطي شيء بامانة الله ربنا تمني على شيء بدي احكي لك يا رضيت ولا ما رضيت هو هيك ما راح اجاملك وما راح انافقك كثير اقرأ التعليقات بتلاقي الناس مبسوطة يا اخي اللي بتتابع سعيد من زمان مبسوطة على تعليقات سعيد اذا انتي ما عجبك سعيدة عادي جدا ديسلايك عادي ولا بأ راح ازعل مش راح يعني انتي ما راح تكون شيء بالنسبة لي اني انا اذاق على هذا الموضوع لانه الانبياء نفسهم ما بدأ اقول اني انا نبي هسا عشان واحد ما يمسكش الكلمة ويقعد يحرف فيها الانبياء نفسه في ناس ما امنت فيها الدين نفسه في ناس ما امنت فيه فانا ابدأ اقول لك امن في علم الفلاك عنك عمرك ما امنت لا اله الا الله طيب عشان كمان نختصر كمان نقطة اساسية الدعم الفترة اللي انا كنت احكي فيها توقعات مطولة بالبيوت كان عدد المشاهدات للحلقة ماشي ما بتقارن انا مع غيري من الكذابين يعني الكذابين بيصل ما شاء الله عشرين وثلاثين واربين ومئة الف يمكنهم مئة وخمسين الف للمتابعة للحلقة الوحدة ونيالهم ما هي بيكسبوا مصاري على كتافكم عادي جدا بهمنيش الموضوع ولكن بهمني انا انه في من بين كل مئة في عشرة بدهم الاشي الصح فانت يعني بس اعمل هاي عملية انه التذكير يعني انصح الناس بانه يسمعوا خليهم يسمعوا حلقتين ثلاثة يعني قداما ويقارنوهم على حسب الايام يشوفوا ممكن يعجبهم هذا المحتوى ممكن يشتركوا ممكن تكسب فيهم اجر انتي ممكن يتعلموا بتدل على شيء ممكن يفيدهم بس هذه النقطة هي في الموضوع اما انه انا والله يعني حابب انه يصير عندي المليون او يصير عندي العدد الكبير انا بتطلع عشاء عدد انا بتطلع على مين يستفيد هسه صاحبك بتابعني مش راضي يشترك بالقناة برضه حر مش مجبرين الناس يشتركوا بالقناة المهم انه الفكرة تبعت هذا العلم توصل للناس انه هذا العلم مش استغلال هذا العلم ما بنحط بايدين ناس عشان تستغل الناس وتنصب عليها وعشان تاخذ مقابل انا معروف اني انا ما باخذ مقابل لا على هذا ولا على استشارات وعلى سيرة الاستشارات انا لما حط رقم تلفوني بصندوق الوصف وموضوع انه تتصلوا فيه للامور الطارئة والامور المهمة فيه ناس بترنوا وبتبعث رسائل بكم مهول يعني ما بتطلع على الوقت ما بتطلع انه هذا الانسان مريض هذا الانسان باخذ علاجات مش بكل وقت بقدر يرد على التليفون مش كل الحالات هي مهمة عند سعيد عشان يجاوب عليها يعني فيه حالات انا مضطر على طول فورا اني انا اجاوب عليها فيه حالات انا ما بجاوب عليها يعني انا بفرزها اثنين الواتساب عندنا احنا في الاردن لما ترن علي على الواتساب انا ما بعطيني رنة او اذا اعطاني رنة ما بقدر ارد عليك لانه ما في اتصال على الواتساب اللي بيظلوا يرنوا يرنوا عشرة وخمستاش وعشرين مرة بتجبرني انت في لحظات اني انا اعمال لك بلوك لانه ما بجاوب ما برن ممكن اكون مريض ممكن باخد علاج ممكن باخد جرعتي ممكن باخد يا اخي نايم 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 عندي انا ممكن بحل ناس ثانين انا ممكن عندي انا ناس قبلك الهم اسبوع وسبعين وثلاثة وشهر بعثين اللي بدهم جواب انا بجاوب فيهم مش شرط انك انت ملزم اني ارد عليك فورا ماشي انا باخدش مقابل ماشي بس برضو انا باخدش مقابل على اساس انه ما تتجوزنيش يعني تزعلوش مني انا واضح وصريح جدا فبحب انا اكون اتعامل معك بشفافية لانه احنا بنعتبر حالنا اهل على هاي القناة انا ماشي بضغط على حالي قدر الامكان عشان انا اساعدكو بس تضغطوش علي انا زيادة عن اللزوم برضو عد اساس اني منفرش يعني عادي بشطب الرقم وخلصنا فعشان هيك شوية شوية علي والله ما هو غرور ولا تكبر ولا اني انا بدي اتعالى عليكم والله حاب اساعد الكل وحاب اجاوب الكل وحابب يعني اللي بيعرف بيعرف الامكانيات المحدودة اللي انا قاعد بسوي فيها هاي الحلقات والحمد لله رب العالمين اني بوصل الرسالة فيها فما تزعلوا مني وما تعتوبوا علي اعذروني بس اعذروني اعطوني عذر يعني وان شاء الله انه الامور الجاي افضل والجاي رح يكون افضل باذن الله تعالى بمساعدتكو وبدعمكو بمساندتكو هذا كل ياتو والله عندي بسوى كل ما للارض ويمكن الناس بتقول ببالغ لا والله ما ببالغ وهذه طبيعتي واللي حكوا معي وتكلموا معي واتصلوا معي وعرفوا طبيعة سعيد انه انا زي ما بحكي معكو هيك بحكي على التلفون بنفس الطريقة لما بيشوفوني وبقعدوا معي بيشوفوني بنفس الطريقة انا ما بتقمص شخصيات ما عندي اكتر من وجه هو الوجه واحد ومغلبني خلينا رو على توقعاتنا اليوم اللي عنده سؤال او عنده استفسار او عنده ملاحظة يكتبها والله بقرأ كل تعليقاتكو انا واذا عندي امكانية للرد يا بمقدمة حلقة يا برد عليك انا على التعليق تبعك ان شاء الله تعالى طبعا توقعاتنا اليوم هي لا يوم الجمعة خمسة اثنين القمر اليوم رح يتنقل هو موجود بالعقرب في ساعات المساء رح ينتقل للقوس طبعا احنا رح نحكي عن التأثير انه هو في العقرب لمح تلميح للقوس ولكن ما رح يحكي تأثيرات لانه حلقة بكرة ان شاء الله بتحكي عن الانتقال عن القوس تماما طبعا القمر موجود في منزلة القلب وهي للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح ينكث فيها القمر لغاية الساعة ١٢ وثمانية وثلاثين دقيقة بعد منتصف الليل يعني هي يوم أربعة ويوم خمسة ليلة خمسة صباح حمسة بيكون انتقل الساعة ١٢ وثمانية وثلاثين دقيقة القمر بنتقل بتوقيت جرانيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة ٢١ وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بنتقل لمنزلة الشوالة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط طبعا القمر بما انه موجود بالعقرب حكينا انه تأثيره على جميع الابراج في هاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدته بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب انه سيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطأة ضغط عاطفي او احباط ووسعنا شراء بوليس التأمين او تأمين او الاشتراك بتأمين وقرائر رواية بوليسية او مشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم او شراء بيت او تصليح او تعمير بيت بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عنا زاويتين الزاوية الاولى هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة 6 و 26 دقيقة صباحا بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طبع اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين البلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 9 و 19 دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اللي رح يصير انه في عنا خلوه مسار بعد هاي زاوية مباشرة يعني خلوه المسار رح يبدأ الساعة 9 و 19 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 5 و 16 دقيقة مساءا يعني يعتبر تقريبا من صلاة الظهر لغاية ما صلاة العشاء هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار القمر موجود في برج القوس بصير الساعة 5 و 16 دقيقة مساءا يعني بتوقيت الاردن الساعة 7 و 4 لما بدخل القمر على القوس منشعر بالابتهاج ومنجد الناس اكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا الى عالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميل الى الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للقمر بما انه رح يستقر في القوس معناته خلوه المسار القادم رح يكون يوم الاحد سبعة اثنين رح يبدأ في تمام الساعة ستة و 16 دقيقة صباحا ورح يستمر لغاية الساعة ثمانية و 51 دقيقة مساءا لينتقل لبرج الجدي يعني طيلة النهار رح يكون في خلوه مسار يوم الاحد بالنسبة لعمر القمر القمر المربع بلش بانحساره يعني بده يصير باتجاه الهلال شوي ولكن انه بتشوفه انت نصف البدر عمره 23 يوم في تمام الساعة 11 و 32 دقيقة مساءا بيصبح 24 يوم نسبة الاضاءة بتكون 40% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس موجودة بالدلو حتى يوم 18-2 مزاجها سعيد بنسبة 70% القمر في العقرب وبدو ينتقل للقاوس في ساعة المساء ورح يستمر في القاوس لغاية 7-2 مزاجه اليوم سعيد بنسبة 14% عطارد في الدلو بيتراجع حتى يوم 21-2 منتحس بنسبة 15% الزهرة في الدلو حتى يوم 25-2 منتحس بنسبة 15% اما بالنسبة للمريخ فهو في الثور حتى يوم 4-3 منتحس بنسبة 40% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 سعيد بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25 سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لبلوتو في الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بالنسبة للحمل هو أقل ضغطا بما أن القمر صار سعيد فاليوم أقل من يوم أمس وبما أن القمر رح يشكل زوايا اليوم يعني عنده زاوية تسديس عنده زاوية تثليف ما بينه وبين نبتن صحيح زاوية التربيع ما بينه وبين عطارد لسه قائمة ولكن إجمالا إنها بتظلها أفضل على المستوى الشخصي والنفسي هي أريح شوي صحيح أنه في عندك نوع من أنواع التوتر والقلق والعصبية ولكن إجمالا الأجواء أفضل على المستوى النفسي أما بالنسبة للوضع المالي فما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط وخصوصا على موليد العشرية الأولى والعشرية الثانية فهدولة إما أنوا بتفششوا بصرف الفلوس أو بيكون عندهم مصاريف زيادة أو ديون والتزامات كثيرة بيحاولوا أنهم يرتبوا الوضع المالي بشكل واضح فيه منكو رح يحصل على بعض الدعم أو الفلوس اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات وفيه منكو رح يكون فيه تأجيل لدفعة مالية أو وعد مالي كان مقطوع أنه أحد بده يدعمه ماليا رح يأجل الموضوع كمان يوم بالنسبة للبيت الثالث الأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن برضو بيغلب عليك شوية الفضول أو العصبية في بعض الأوقات أو الانتقاد اللاذع حاول تمسك عصابك وحاول تنتبه أثناء تنقلاتك وحواراتك ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء أحسن وألطف على مستوى البيت فيه نوع من أنواع التواصل في خدوء على مستوى البيت صحيح أنه فيه نوع من أنواع القلق ممكن يصير من ترتيبات أو تصليحات أو اهتمامات ومشتريات ولكن إجمالا هو أريح من الأيام الماضية وفيه نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء ممتازة جدا على الشكل العاطفي ولكن فيه نوع من أنواع الاشتياق أو الرغبة أو القلق على أحد الأبناء أو أحد الأحبة عشان هيك حاول أنك ما تنفع لكثير ما تعصب كثير على أساس أنه ما يصير فيه نوع من أنواع النفور أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو على مستوى العمل عند قدرة لإنجاز بعض الأعمال أو الاهتمام ببعض الأعمال حتى ولو كثرت عليك عندك قدرة لا إتمامها الوضع الصحي فيه نوع من أنواع الوسواس بشتغل عندك ولكن إجمالا حاول أنك تتطمن لأيام الجاي فيها نوع من أنواع التحسن الصحي أما بالنسبة للبيت السابع البيت السابع شوي فيه ضغط يعني مشاحنات هيك خلافات نوع من أنواع الاستياء من تصرفات الشريك شريك العاطفي أو شريك المال أو بين الأزواج ولكن سوء التفاهم هذا ممكن أنت تشحن حالك بشوي الطاقة هيك بتلاقي الأمور صارت ممتازة وبتقدر تتجاوزها أما بالنسبة للبيت الثامن بما أن القمر طيلة النهار رح يكون من الآن وطيلة النهار موجود في البيت الثامن فبيكون فيه فرصة لمكسب مالي مصدر شراكي أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية عالج الأمور بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الأجواء استشير وتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو على مشروع أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا ما زالت بعض الأمور اللي إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد مقلقة لايلك شخص خارج البلاد أو مسافر أو موضوع له علاقة بتواصل ممكن يتأخر أو بريد أو حتى امتحانات فإذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحظ بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة الأجواء تقريبا اليوم أحسن فعشان هيك داعميتك ممكن تعزز علاقاتك ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وبتقدر اليوم تنجز بعض الأعمال وممكن تسمع بعض كلام الإطراء أو الثناء على مجهودك أو على قدرتك بإنجاز بعض الأمور أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا معظم الكواكب اللي موجودة هاي بتخلي بعض الأشخاص ممكن يستغلوك أو يتأمروا عليك أو حتى إنهم يستعطفوك لأجل غاية ما فعشان هيك بظل فيه استياء أو خلاف ما بينك وبين بعض الأشخاص أو الأصدقاء ممكن تنشط ببعض الأمور الاجتماعية ولكن ممكن يزعجك بعض الأشخاص بتصرفاتهم أو بتطلعاتهم نظراتهم أو حتى بالهمز واللمز بالكلمات أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة عشان هيك منقول لك لا تقلق على الوضع الصحي حاول تركز بشكل جيد ممكن تهتم بصحة أحد الأشخاص المقربين لا إلك أو بصحتك أنت أو تبدأ ببرنامج إلا علاقة إما بالرعاية الصحية أو حتى بالتغذية أو المشروبات برج الثور طبعا برج الثور زي ما حكينا مبارح أو بحلقة الأمس أن الكواكب اللي موجودة ضغطة على موليد العشرية الأولى وموليد العشرية الثانية وخصوصا أورانوس اللي بيجيب مفاجآت على المستوى النفسي والمريخ برضو اللي بيضغط وبيخل العصبية موجودة والحدية موجودة واليوم لأنه كمان القمر موجود مقابلك طيلة النهار هذا بيسحب من طاقتك بيخليك مشحون شوي فعشان هيك منقول لك حاول أنك تتلطف على حالك شوي ما تضغط حالك كثير وبرضو منكرر نفس العبارة طنش عش تنتعش اتركوا الموضوع كم يوم بتصير الأجواء أحسن الأجواء اليوم للمتزوجين يعني تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية أو المصالحة أو المراجعة ولكن أهم إشي تمسك أعصابك بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأمور فيها مصاريف فيها ضغط فيها متطلبات مالية بتفكر في إدارة الأمور المالية أو الشؤون المالية ممكن تظهر لك مصاريف هيك صحيح أنه فيه يعني فرص لبعض الأمور اللي ممكن يكون منها أرباح ولكنها مش اليوم ممكن بكرة تكون أفضل أو تكون الإشارة لبكرة مش لليوم بالنسبة للبيت الثالث الأجواء ممتازة وجيدة عندك سرعة بديهة قدرة على التواصل والإقناع عالي جدا برضو عندك هيك قدرة على توصيل الرسالة أو المعلومة عشان هيك اليوم هذا يوم ممتاز بالاتصالات والتنقلات والحوارات ممكن تستفيد منه بكثير أشياء ممكن يكون لك تحامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع ما زالت الأجواء على مستوى البيت متوترة أو مشحونة بسبب حدث أو خطم ما أو بسبب معاملة ما أو سوء تفاهم أو عصبي من موقف ما فعشان هيك حاول أنك تضبط أعصابك ما في داعي لفقدان السيطرة خصوصا مع أفراد العائلة أو حتى لو صار بعض الأعطال أو الإضطرابات المنزلية بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء تقريبا تحت السيطرة يعني تقدر لسه أنت مسيطر على الأمور ممكن أنك تتواصل مع الأحبة ممكن تخرج بنزها تغيير جو يعني خارج إطار المكان اللي أنت موجود فيه خارج إطار البيت الأجواء جيدة وممتازة ولكن ممكن يصير فيه نقاش أو حوار أو يعني اهتمام بأحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني على العمل بتقدر تنجز بعض الأعمال ولكن فيها لسه بعض الأعطال مش كاملة يعني ما فيه القدرة الكاملة أو الفرصة اللي أنت بدك إياها عشان هيك حاول قدر الإمكان أنك ما تحمل عمل أكثر من عمل مع بعض بتنجز تقدر تنجز ووحدة ووحدة تنحل الأمور بس المسألة بدها وقت بالنسبة للبيت السابع طبعا بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم حافظوا على هدوءكم و هدوء أعصابكم و نبرد صوتكم لا تعرض لقاءك للفشل ممكن يسبب لك هذه الفترة بنوع من أنواع التعاسي أو الحزن أو تشعر بنوع من أنواع الظلم أو القهر ما تيأس وكون صبور ليش؟ لأن القمر بما أنه موجود مقابلك بسحب من طاقتك وسحبه للطاقة دائما بشعرك بخيبات الأمل و أنت لأنك حساس زيادة و ما بتعرف تعبر عن اللي جواك لأي شخص تنضغط بشكل واضح حاول أنك أنت تهدي أعصابك شوي بالنسبة للبيت الثامن طبعا الأموال المشتركة في نوع من أنواع الضغط أو المتطلبات أو عندك مصاريف أو وثائق أو أوراق هي اللي مقلقيتك أكثر شيء حاول إذا بدك توقع على العقد أو على أي أوراق اقرأ نصها بالتفصيل قبل ما توقع عليها بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة فممكن اليوم تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالمراسلات أو الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن يجيك خبر من بعيد يكون فيه إشي إيجابي لا إلك برضو على مستوى الدراسة والامتحانات الأجواء جيدة وممتازة بالنسبة للبيت العاشر هنا بيت السمعة عشانك ببضل أكرر لك لا تجازف لا تغامر لا تدخل في القوانين لا تدخل بمواجهات إلها علاقة بالقانون عشان هيك حاول تضبط أعصابك وما تتأخر عن دوامك أو عن عملك وما تدخل بمواجهات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل يعني ما في داعي لتشويه السمعة نهائيا ممكن يكون لك تعامل مع بعض الشخصيات أو تتعرف على شخصية مرموقة أما بالنسبة لبيتك 11 في الأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء يعني هنا بتلاقي إنه علاقتك مع الأشخاص اللي خارج البلاد أو خارج نطاق العيلة هي العلاقات الممتازة بالفترة هاي أما داخل إطار العيلة بتلاقي إنه لسه في خلافات وفي مشاحنات اليوم ممكن تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلي أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب عندك فطبعا ما في أي تأثير للكواكب بس أهم شيء إنك ما تضغط أعصابك وما تضغط حالك لأنه هذا الإشي بوتر الأعصاب وبيجعل أعصابك عرضة للإصابات خصوصا المعدة جهازك الهضمي أسفل الظهر والكتاف الرقبة يعني رقبتك وكتافك هذولا قابلات لبعض الألم ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة أو إنه ممكن عيادة أحد المرضى طبعا بالنسبة للجوزاء القمر موجود في البيت السادس اللي إلو علاقة بالعمل وإلو علاقة بالصحة وبما إنه في هذا المكان صحيح سعيد معناة الصحة من حطها يعني قلة من موليد برج الجوزاء إلا إذا كان طالعهم عكس هيك ممكن إنهم يشعروا ببعض التواعكات الصحية ولكن إجمالا هي رح يكون الضغط على المسؤوليات وعلى العمل والنشاط الفكري للزيادة هذا الإشي بنعكس عليك سلبا ممكن تهتم ببعض الأمور النفسية اليوم يعني أو تنضغط في بعض المسائل اللي تخليك شوي متوتر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي فممكن تحصل بعض المكاسب أو الأرباح من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو داعم ولكن ممكن تظهر بعض المصاريف المفاجئة حاول ترتب وضعك المالي بشكل جيد بالنسبة للبيت الثالث الأجواء معني شوي بتحس حالك مش مركز أو عندك هيك لما تحكي الكلمة بتنفهم غلط ممكن يصدر منك كلمة تيجي بالمكان الغلط أو مع الشخص الغلط ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي تهول الأمور وما في داعي تنتقد حد أو تدخل في شؤون غيرك على أساس أنه ما تنحسب عليك أنك أنت اللي بادرت بالغلط ممكن يكون لك مشاحنة أو سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الإخوة اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء على مستوى البيت جيدة فممكن يكون في مناسبة أو لمة أو اهتمام أو حفلة مثلا أو ممكن ديكور أو تغيير أو شراء شيء يعني له علاقة بالبيت الأجواء إيجابية وممكن أن اليوم تسعد مع البيت أو مع أهل البيت أو بسبب دعم من أحد أفراد العائلة بالنسبة للبيت الخامس طبعا في سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأحبة ممكن أنه اليوم يستاء الحبيب من تقصيرك أو من ردة فعلك أو من كلمة ما تيجي في مكانها ركز أثناء الحديث ما في داعي للمشاحنات وخصوصا ما بينك وبين أحد الأبناء ممكن يستاء أحد الأبناء بتقصيرك أو يحس بإهمالك بنقطة معينة فعشان هيك يحاول أنك تطلع من هذا الإطار يعني على مستوى الحبيب مستوى الأبناء الجو في علامات استفهام بالنسبة للبيت السادس طبعا هنا منركز على نقطة أساسية أن القمر موجود في البيت السادس فعشان يكبر شو بحكي لك إنجز ما بوسعك من العمل المتراكم نظموا جدول غذائكم وخذوا قصد كافي من الراحة لا تسمح لأحد أنه يشكك بقدراتك ناقش واستفسر عن التفاصيل استشير الخبراء ما تتشبث برأيك واستمع لأراء الآخرين بهدوء وروية ما تتسرح في قراراتك ممكن تنشغل بملف أو بمعاملة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا هنا هذا صدام ما رح يكون ما بينك وبين شريك شريك المال أو شريك العاطفي أو بينك وبين الزوج أو الزوجة سوى تفاهم أو حدية أو انزعاج أو إيش ما كان المهم في علامة استفهام على المتزوجين من موليد برج الجوزاء يديروا بالهم من بعض تصرفات اللي ممكن أنه تغضب الطرف الآخر بالنسبة للبيت الثامن طبعا بيفتح بعض الأشياء اللي لها علاقة بالأموال المشتركة في منكم ممكن يرغب بأموال الشريك أو أموال الزوج أو الزوجة أو حتى أمور لها علاقة بالقروض والديون فممكن تنجزوا بعض الأمور خلال هذا اليوم أو يعني إشي أوراق بحاجة لتوقيع بس أهم إشي ممكن اليوم يعني مطالبة لديون إلك تحاول تحصلها في خلال هذا اليوم وممكن تحصلها بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الأجواء متقلبة على مستوى بيت السفر بيت الاتصالات البعيدة ممكن تنشط باتصالات وحوارات ممكن تنزعج بسبب حد مقيم خارج البلاد ممكن يكون عندك امتحان مفاجئة أو مقابلة مفاجئة أو موضوع نقاشي العلاقة بالفلسفة أو بالدين تلاقي العصبية طلعت مرة واحدة ضبط الأعصاب مطلوب في هاي الأمور ما تصعدوها وما تدخلوا بخلاف ما بينك وبين أي شخص مقيم خارج البلاد أو بعيد عنك بمسافة أثناء تنقلاتكم حاولوا تركزوا بشكل جيد وما تنفعلوا أو تغامروا على الطرقات بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة لأجواء جيدة وبتدعمك ما فيه أي شيء ممكن يشوه سمعتك بالفترة هاي لأنه أنت محصن حالك مزبوط ممكن يكون لك بعض الاهتمامات أو بعض التكريمات اللي إلها علاقة ممكن تجيك من رئيسك بالعمل أو زملائك يدعموك في مسألة معينة أو أحد الشخصيات المهمة أو علاقة معينة مثلا يكون شخصية مرموقة يدعمك فتحصل منه نتائج جيدة الزوايا إيجابية وبرضو دعم يعني وافر أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا هنا بيت العلاقات الاجتماعية أنت اللي بتتحكم فيه كزياراتك كعلاقاتك ممكن يتوجه لك دعوة ولكن أنت بتحبذ أنه اليوم تنشغل في بعض الأمور بعيد عن الاجتماعيات إلا كنوع من المجاملات ولكن كجو لا الوضع مش كامل يعني ممكن أنك تستاء حتى من بعض الأشياء بالنسبة لبيت المتاعب طبعا هنا بدك تدير بالك بدك تدير بالك من أشخاص بتأمروا عليك أو بيحكوا لك مسألة معينة أو أن ينكشف سرك في مسألة معينة احذر من المفاجآت حتى على المستوى الصحي أو التقلبات الصحية صحيح أنه البيت السادس بيحميك شوي من الصحة ولكن اللي عندهم أمراض مزمنة هذولا بدهم ينتبهوا وخصوصا موليد العشرية الأولى موليد العشرية الثانية بدهم ينتبهوا من بعض التقلبات اللي ممكن تصير على مستوى الصحة بشكل مفاجئ اللي عندهم خلل بالهرمونات خصوصا النساء اللي عندها مشاكل بالهرمونات ممكن تلمس إيش اللي أنا بحكيه يعني ممكن يصير فيه خلل في الدورة الشهرية مثلا يعني تيجي قبل معادها تتأخر يجي عشك النزف أو تيجي بطيئة فهذا الخلل متوقع برج السرطان بتجتازوا يعني اليوم إشي إيجابي بالنسبة للكم فيه نوع من أنواع الدعم فيه نوع من أنواع الحيوي فيه طاقة كبيرة موجودة عندك اليوم أنت رح تتحرك بأكثر من اتجاه مع بعض عشان هيك الأجواء جيدة ودعملة إلك بقوة على المستوى النفسي مشحون بطاقة كبيرة أحسن من يوم أمس فعشان هيك يحاول تستغل هذا اليوم على المستوى النفسي بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء على المستوى الأمور اللي إلها علاقة بالمال الأجواء مش مناسبة يعني مصاريف دفعات التزامات قلق وضمن وضع مالي معين توتر على وضع مالي معين ممكن عندك التزام أو مشتريات وممكن أنت بتصرف ببذخ خصوصا على أشياء أنت يمكن مش بحاجتها حاول قدر الإمكانة ترتب وضعك المادي بشكل جيد وابتعد عن المصاريف لزيادة بالنسبة للبيت الثالث طبعا اليوم عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الإقناع عالية جدا وعلى الحوارات والمناقشات والنقاشات محبوب مرغوب في لمعة وحيوية موجودة فيك ممكن أنت اليوم تكون ملفت للانتباه إذا كان في مناقشة أو امتحان راح تقدم بشكل ممتاز أما بالنسبة للبيت الرابع طبعا على مستوى البيت ما زال في نوع من أنواع التوتر أو المشاحنات أو القلق فعشان هيك ما في داعي أنك تتصاعد الأمور أو تكبرها ممكن تستاء من شيء معين أو ممكن يكون عندك أعباء عمل منزل كبيرة فهذا يتحسسك بنوع من أنواع القلق أو التعب حاول أنك ترتب الأمور ما تضغط على حالك بشكل كبير بتلاقي الأمور مشت بشكل ممتاز بالنسبة للبيت الخامس طبعا اليوم ممتاز جدا يوم ببعث على البهجة والانشراح ما بيتخلى الحظ عنكم اليوم عاطفيا وماليا ممكن تنجح في مفاوضات وتحقق أعمالك تقدم واضح خصص وقت لعائلتك أهم شيء أنت مشحون بالحيوية والحماسة لمتابعة المسائل وللتواصل مع المحيط عندك قدرة للانطلاق اليوم عالية جدا حتى على أمور اللي إلها علاقة بالتجميل اهتماماتك رائعة أما بالنسبة للبيت السادس فهو أنا منلاقي أنه الأمور يعني شوي مش بالشكل القوي يعني في تراكم بعض الأعمال يعني بتحس أنه ممكن أنت تقصر بأعمالك أو تهمل بعض الأعمال ولكن إجمالا الأجواء على المستوى الصحي أفضل من الأيام الماضية رغم أنك أنت الوسواس بشتغل في بعض الأوقات على بعض النقاط أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى العلاقة ما بينك وبين الشريك وتعمل هاي تقارب وتوطيد علاقة فعشان هيك حاول تستغل اليوم هذا للمصالحة والتقارب أو لتلطيف الأجواء ما بينك وبين الزوج أو الزوجي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء متقلبة على المستوى المالي في مواضيع إلها علاقة بالأموال المشتركة مزعجيتك أو مقلقيتك أو موتريتك ممكن مهال الزوج أو مصاريف الزوجي أو أشياء إلها علاقة ببعض المقتنيات القديمة أو إرث أو موضوع حقوق إلك بتحاول الطالب فيها ممكن هاي شوي مزعجيتك بالفترة هاي وموتريتك عشان هيك حاول إنك إذا عرض عليك موضوع إلو علاقة بعقد أو إلو علاقة بتوقيع أو قروض زي ما حكناها بالأيام الماضية ابعد عنها تماما إذا العقود والتوقيع بدك تدرسها وتركز فيها بشكل جيد ما تنسى إنه عطارد بتراجع في هذا البيت هو بيخليك توقع بدون ما تركز حاول تدرس وضعك قبل ما أنت تقدم على هاي الأمور بالنسبة للبيت التاسع طبعا الأجواء ممتازة جدا ممتازة للسفر ممتازة للتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممتازة للمقابلات للمناقشات للامتحانات لكل الأمور اللي إلها علاقة في البيت التاسع وطبعا شرح البيت التاسع موجود أو شرح البيوت موجود في صندوق الوصف تقدر تعرف البيت التاسع بيفتح لك مجالات كثيرة وهو قوي جدا إليك اليوم وبدعمك بشكل ممتاز حتى على مستوى إذا عندك مناقشة أو امتحان جيد بالنسبة للبيت العاشر طبعا ما فيه هالإشيء اللي تضاغط عليك لا لا تشويه السمعة ولا لمخالفة القوانين عندك إلا إذا كان طالعك هو بيحكي الفرصة هاي البيت ما فيه أي تأثيرات صحيح أنه ممكن يضغطك أو يمتحنك أو يمتحن جهوزيتك أو يمتحن قدراتك ولكن إجمالا الأجواء بتعدي على خير أهمش أنك ما تتأخر عن دوامك وما تدخل بمواجهات ما بينك وبين زميلك أو زملائك أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت العلاقات الاجتماعية فما زالت الأجواء اليوم ألطف من الأيام الماضية ولكن برضو ما زالوا مواليد العشرية الأولى والعشرية الثانية هدولة اللي لسه على مستوى الأصدقاء فيه سوء تفاهم أو خلاف أو نقاش أو ممكن يصير مصادمات حتى ما بينك وبين الأصدقاء لا تأمن لأي حد بالفترة هاي وما تدخل بمناقشات حد ما بينك وبينهم يعني حاول تتجنب الصدامات قدر الإمكان أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا يعني فيها إيجابية أنه ما فيها تأثير للكواكب ولكن أنه ممكن تقلق على صحة أحد الأحبة أو زيارة مثلا لمريض أو ممكن مستشفى أو حتى إجراء بعض الفحوصات الأجواء تقريبا بدولك راقب وضعك الصحي حاول أنك تأخذ قصد من الراحة من وقت لآخر برج الأسد طبعا ما زالت الأمور القمر في البيت الرابع لا إلك وبما أنه تربيع مع برجك فهذا بضغطك بشكل كبير عشان هيك بتحس أنه فيه توتر فيه قلق فيه هيك أشياء لسه مش مرتبة في مخك فيه فوضى موجودة هاي الفوضى الموجودة طبعا شوف أنا ما بجاملك أنا أسد أنا برجي الأسد عشان هيك بحكي بكل تجرد عنك وعني هاي الفوضى اللي موجودة إلها علاقة بمشكلة معينة إلها علاقة بالأساس لو رجعتها بتلاقي البيت الأساس في الموضوع هذا أو أحد أفراد العائلة أو أحد الأشخاص المقربين إلك في مكان البيت حاول قدر الإمكان إنك تطلع من الضغط هذا قدر الإمكان لأنه هذا شوي بوترك وبسبب لك نوع من أنواع الإرباك وإنت إذا ما كان مزاجك رايك خصوصا في بيتك ممكن تتصرف تصرفات يعني كثيرة تكون مؤذية إلك ولغيرك بالنسبة للبيت الثاني الأجواء تقريبا يعني بتحمل بعض الفرص المالية بعض الفرص المالية وخصوصا من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أشياء زي هيك ممكن هدية أو حد يتذكرك بشيء معين مش كثيرة ولكن إجمالا هي فيها نوع من أنواع الإيجابيات أهم إشي أنك تبعد عن المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث في تشتت فكري عندك بدك شوي التركيز احذر أثناء تنقلاتك دير بالك من عصبيتك وردات فعلك العصبية لا تخلي حالك هجومي أو دائما في بوز المدفع للفترة هاي يعني ارجع خطوة إلى وراء كمان يوم بصير الحب بدعمك في النقطة هاي ولكن الآن لا بدك تدير بالك حاول ما تدخل بنقاشات عشان ما تحتد وما تعصب بالنسبة للبيت الرابع طبعا هنا القمر موجود إيجابي ماشي ولكن ممكن تنهمكوا ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالمساكن أو بالبيت ممكن أنه اليوم تغيى أنه أشخاص يغيروا سكنهم من موليد برج الأسد أو مثلا تصليحات أو ترتيبات أو يعني اهتمامات منزلية وممكن تدخل فترة مواجهة مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة الفترة متوترة جدا بالضغط الفلكي الموجود ممكن تضطر بالاهتمام أكثر بأحد أفراد العائلة أو بعض المنزلية أهم شيء أنك ما تهمل صحتك أما بالنسبة للبيت الخامس فهو أنا منلاقي أنه الأجواء لسه مع الحبيب مش كاملة يعني فيه توتر فيه قلق فيه إشيء يعني بيسبب نوع من أنواع الحدية ممكن تصرفاتك ممكن كلمة تطلع ممكن فتور ممكن انشغال الحبيب ممكن أسباب قهرية ولكن دير بالك أنه تهمل الحبيب بالفترة هاي أو تهمل متطلباته أو التواصل معه صحيح أنت بحاجة للحب بالفترة هاي وبحاجة للمديح بالفترة هاي ولكن برضو رغم هيك أنت ما تقصر بالنسبة للبيت السادس طبعا هنا بيت الصحة اللي بيسألوني من الأسد ليش الصحة تعباني عند موليد الأسد أول شي بلوتو كان عامل زاوية تربيع الآن بلوتو طلع من حالة زاوية التربيع ومن الاقترامات فالوضع الصحي إجمالا بخف الضغط عليه ولكن اللي بتعب أكثر هو مش البيت السادس هو برضو التقابل الشمس والكواكب مقابلك في الدلو هو اللي بيسحب من الطاقة عشان هيك بصير الأسد عرضة للأمراض عرضة للتعب بالفترة هاي ما عنده القابلية أو الاستشفاء السريع لبعض الأمراض عشان هيك الفترة هاي حساسة على الأمور الصحية لموليد درج الأسد حتى على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال ما تقدر تنجزوها بالكامل لأنه ما في طاقة ودلوا نفس الإشي بيسحب من طاقتك وجود الشمس مقابلك بتسحب من طاقتك وجود المشتري وزحل منتحسات عطارد بيتراجع كلها هاي الضغط هاد بيأثر عليك من الناحية الصحية ومن الناحية النفسية وحتى بردات الفعل ما بينك وبين أثناء تعاملك ما بينك وبين الزوج أو الزوجة ممكن يخليك تراوغ أو تكذب أو تدخل بأشياء مش من حقك يعني أشياء مشبوهة أو علاقات من وراء لوراء بالسر فعشان هيك تخلونيش أنا أحكي كل إشي يعني ها بنزعل من بعض بعدين إحنا الأسود نكشف بعض بالنسبة للبيت الثامن طبعا هنا الأمور لها تركز على الأموال المشتركة فيه دعم فيه نوع من أنواع التركيز أو الترتيب للأمور المالية المشتركة ممكن تهتم بعقد تهتم ببعض النصوص أو تهتم ببعض الديون أو القروض اللي إلها علاقة في البنوك ممكن تحصل أموال لإلك قديمة ممكن تحصل على دعم خارجي اللي هي الأموال المشتركة ولكن هاي أكثر المستفيدين هم آخر موليد العشرية الثانية وأول موليد العشرية الثالثة أما بالنسبة للبيت التاسع طبعا البيت التاسع هنا ما فيها القوة اللي تساعدك يعني بالعكس ممكن فيه أمور مزعجيتك إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد أو إلها علاقة بسفر أو تأخير أو تأجيل أو بريد أو امتحان أو مناقشة أي وحدة من هذولة بدك تدير بالك الحظ ما بيدعمك فيها فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة وبما أنه المريخ وأورانوس بيضغطوا على موليد العشرية الأولى والثانية فمنقول لهم ما تخالفوا القوانين ما تجازفوا ما تدخلوا بأشياء مشبوهة وفي نفس اللحظة منقول إنه صحيح التواصل اليوم جيد بدعمك في هذه النقطة فمنكم ممكن يسمع إطراء أو ثناء أو تكريم على بعض الإنجازات اللي إلها علاقة بالعمل أو تنجز ملف كان صعب إنك تنجزه بالفترة الماضية ولكن بدون ما تخالف القوانين أما بالنسبة لبيت الأصدقاء يعني الأجواء تقريبا ممكن اليوم هيك تستاء من تصرف أحد الأصدقاء أو تأخذ على خاطرك مثلا ما تقدر تنجز كل شيء ممكن تتهرب من بعض المسئوليات الاجتماعية لأنه الأجواء مش كاملة بالنسبة لأيلك ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن بتفضل الناس هي اللي تجيك مش أنت اللي تروح لهم بالفترة هاي أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب آمن بالفترة هاي فعشانك ما تأمن من شر أي حد بحاول يتآمر عليك بالخفاء إلا أجواء جيدة على المستوى الصحي تقريبا أحسن من الأيام الماضية ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة أو يكون لك زيارة لمركز طبي أو مستشفى إما لعيادة مريض أو لمساعدة مريض برج العذرة طبعا اليوم عندكو نشاط عالي جدا سرعة بديها عالي في عندكو كثير من الاهتمامات حابين تنجزوها اليوم حاسين أنه في رغبة للتحرك بأكثر من اتجاه مع بعض ممكن ترتبطو أو تنشغلو في أكثر من التزام مع بعض حتى على المستوى النفسي أو تغيير الوضع النفسي ممكن يكون له اهتمامات كبيرة أما بالنسبة للبيت الثاني الأمور المالية هي لم أرقيتك بالفترة هاي أو الوضع المالي أو بتسعلى مشروع معين أو ممكن عندك متطلبات مالية أو مصاريف مالية حاول أنك تقلل من مصاريفك شوي بتلاقي الأجواء صارت جيدة أما بالنسبة للبيت الثالث طبعا البيت الثالث اليوم تنشطه بالدراسة والسفر والاتصالات اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك منكم ممكن يطلق حملة ترويجية أو يسمع خبر صار أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا في ضغط على مستوى البيت إما من أحد أفراد العائلة أو مشكلة منزلية أو مشكلة عائلية من أرقيتك بالفترة هاي يوم وبتبلش الأوضاع يعني تكون أوضح تماما فعشانك بدك تكون مستعد لهذه الأمور ومجهز أمورك ممكن أعطال منزلية أو اهتمامات أو مسألة معينة شوي تسبب لك نوع من أنواع التوتر بالنسبة للبيت الخامس الأجواء جيدة على المستوى العاطفي صحيح أنه كانت اليومين الماضيات فيها صعوبة ولكن اليوم أقوى عندك قدرة للتواصل مع الحبيب أو الأقناع الحبيب أو حتى يعني أنك تعيش غراميات اليوم بتدعمك بشكل قوي وعندك قدرة للتواصل ولكن أهم شيء أنك ما تهمل الحبيب وما توجه كلام لاذع أما بالنسبة للبيت السادس فهو أنا منيجي على بيت الصحة وبيت العمل من كثر ما أنت مشغول ومن كثر ما عندك أعمال أنت داخل بالطراب بحامل كل إشي مع بعض لا أنت قادر تنجز ولا قادر تتخلى عن أعمالك رغب تبقى الأمور الأهم فالأهم فالأهم عشان تقدر تحلها وراقب وضعك الصحي يعني على أساس أنك ما تجهد حالك بعملك كثير والإشي هذا ينعكس عليك على الصحة بالنسبة للبيت السابع طبعا الشيء اللي له علاقة بالشراكة شراكة زواج أو شريكة العمر إليك زوجة أو شراكة مالية هذه الأجواء قوية جدا ممكن بعضكوا قاعد بسعى لشراكة معينة أو بحاول يرتب مشروع معين الأجواء إيجابية ولكن زي ما حكينا تهملش أهل البيت وتهملش الحب على الأساس أنه ما تيجي على رأسك حاول أنك أنت برضو تعطي اهتماماتك المثلة والمطلقة للأشياء الإيجابية في بيتك السابع عشان تحقق الإنجازات وتحقق هاي الزوايا الإيجابية اللي بتدعمك أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا هنا في ضغط مالي أموال المشتركة هي أكثر إشي بأرقك بالفترة هاي يا مصريف كثيرة يا متطلبات كثيرة إذا في ورق أو عقود أو أشياء بدها توقيع حاول أنك تدرسها وتراجعها أكثر من مرة قبل ما توقع عليها عشان يعني ما يكون فيها بعض الأخطاء أو الفجوات اللي أنت من المفروض تنتبه لها بالنسبة للبيت التهسع طبعا اتصالاتك مع أشخاص خارج البلاد أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد إما في فتور أو في مشاحنات أو في مشاكل صحيح أنه ممكن يكون لك علاقة مع أجانب لمشروع معين أو لشراكة معينة بالفترة هاي ولكن ممكن تهم المواضيع الثانية تسبب لك نوع من أنواع الإرباك في منكو ممكن يجيب سفر مفاجئ أو سفر اضطراري أو اتصالات تكون بشكل يعني خبر هيك يكون مفاجئ لا إلك أهم شيء أنك ترتب أمورك بشكل جيد إذا عندك امتحان أو مقابلة تعتمدش على الحظ ادرس وركز وبعدين قدم أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بيت السمعة بقولك لا تجازف لا تغامر لا تدخل بأشياء مشبوهة لا تتأخر عن عملك لا تهمل أعمالك على أساس أنه ما تشوه سمعتك يعني ما فيه داعي لتشويه السمعة بأي تصرف بالنسبة لبيتك 11 طبعا الأجواء جيدة على مستوى العلاقات الاجتماعية رح تنشط اجتماعيا بكثير من المسائل ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء خلال هذا اليوم أهم شيء زي ما حكينا أنه حاول تطلع من جو الضغط اللي أنت عايش فيه بالنسبة لبيت المتاعب طبعا هنا منقول لك دير بالك ما تجهد حالك نرجع من عيدها ما توتر حالك ما تراكم الأمور راقب غذائك راقب تغذيتك جهازك الهضمي الالتهابات راقب حالك بشكل قوي وفي نفس اللحظة ممكن يعني تغلق على صحتك أو على صحت أحد الأحبة برج الميزان طبعا بما أنه القمر موجود في البيت الثاني لألكم اليوم النفسية يعني أحسن إشي بسيط من الأيام اللي مضت خصوصا مع ساعات القمر وجود وبساعاته بشحنكه بطاقة إيجابية صحيح أنه في بعض التوترات أو التقلبات النفسية موجودة عندكم أو يعني شوي هيك بتحس حالك مضغوط ولكن أنه اليوم أفضل بكثير من الأيام اللي مضت فعشان هيك حاول تستغلها على المستوى النفسي بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا بما أنه القمر موجود في البيت الثاني فبينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم الفرصة بتكون متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي هذه الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهم إشي أنك تتفائلوا بالخير وتنطلقوا اسعى للوفاة والحلول الوسط ولطف الأجواء وحسن علاقاتك ممكن يكون عندك اليوم انشغالات أغلبها تكون على الصعيد المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا هيك بتحس حالك اليوم خامل ما عندك رغبة بالتحركات أو بالاتصالات أو مشتت فكريا عشان هيك يحاول أنك ما تدخل بأشياء يعني تعتمد فيها على الحظ خصوصا نقاشاتك حواراتك لأنه ممكن تكون عصبي أو تطلع منك بعض الكلمات تنفهم بطريقة خطأ حاول أنك تضبط عصابة قدر الإمكان تنتبه أثناء تنقلاتك بالسيارات أو كمان على أجهزة إلكترونية ممكن عطل أو خلل معين يصير معك أهم شيء أنه ممكن يعني يكون فيه نقاش بينك وبين أحد الإخوة بالنسبة للبيت الرابع يعني تقريبا منقدر نحكي الأجواء على مستوى البيت الرابع جيدة يعني فيه أشياء على مستوى البيت مريحة بالنسبة لك فيه نوع من أنواع الاستقرار شيئا ما شيئا ما مش بالشكل الكبير ولكنها الألطف من اليومين اللي مضوا كان فيه توتر فيه قلق خصوصا على أحد أفراد العائلة على مسألة عائلية بيتية انشغلات التزامات شغلات مثل هيك هاي اليوم ألطف بهاي الأمور شيئا ما ممكن تهتم بعض التصليحات أو الترميمات أو الاهتمامات المنزلية أو العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي شوي الأجواء هيكي ممزوجة في بعض مضطربة عشان هيكي يحاول أنك ما تدخل بمواجهات حادة أو عصبية أثناء تعاملك مع أحد الأحبة أو أحد الأبناء أضبط أعصابك ما تكون جارح ما تكون لاذع أثناء تعاملك مع الحبيب وما تهمل الحبيب في هاي الفترة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة جدا على المستوى الصحة وعلى مستوى العمل عندك قدرة لإنجاز كثير من الأعمال الفترة هاي حتى ولو كثرت ولكن المستوى الصحي صحيح أنه ممكن هيكي تيجي تواعوكات خفيفة ولكنها قابل الاستشفاء السريع يعني اهتم بأعمالك أما بالنسبة للبيت السابع لا إلك يعني هنا تدخل على بيت الشراكي الطاقة فيه مش قوية كثير فعشان هيكي سوء تفاهم أو إنزعاج من تصرف الشريك أو ممكن كلمات تيجي مش بمكانها فهذا الإشي يتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو القلق أو ممكن أنه تأخذ على خاطرك ولكن إجمالا الفترة هاي بكرة أحسن ممكن يكون فيها مصالحات أو اهتمام أو تتبين لك بعض الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا الأموال المشتركة فيه أوراق أو معاملات بتطلب توقيع أو دراسة أو تحليل أهم شيء إذا كان الموضوع بتعلق في بنك أو أوراق رسمية حاول قدر الإمكان أنك تدقق فيها بشكل جيد إذا كان الموضوع دين أو قرض ابعد عنه نهائيا خصوصا أنك تكفل حد بالفترة هاي وحاول أنك تدير بالك على أموالك من السرقة والضياع ودير بالك من المحتالين بالنسبة للبيت التاسع الأجواء ما زال موضوع السفر مأرقك ممكن السفر هذا إلك أو لغيرك أو مزعوج أنه شخص بده يسافر أو متوتر من هذه المسألة أو بانتظار معلومة عن شخص إما بده يجي من السفر أو بده يسافر اللي عنده امتحان أو مقابلة ما بده يعتمد على الحظ نهائيا بده يدرس ويستعد بشكل جيد الفترة هاي زي ما حكينا للنشاطات الفكرية تتطلب منك تركيز أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة الأجواء ممتازة ممكن أن تتحصن كثير من الأمور بالفترة هاي ممكن تنجز بعض الأمور المهمة بالفترة هاي ممكن يجيك إطراء أو ثناء على بعض الإنجازات خصوصا على مستوى عملك ممكن تكرم إذا أنجزت أعمالك بوقتها أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء على مستوى بيت الأصدقاء كأنه في نوع من أنواع التوتر أو ما يخذ على خاطرك أو زعلان من تصرف أحد الأصدقاء أو لإفشاء كلمات أو استغابتك مثلا أو مثلا لقاء يعني حضرته وما عجبك شيء معين فيه حاول ما تدخل بخلافات أو نقاشات حدي ما بينك وبين الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة يعني بالعكس هو بيت المتاعب ولكن آمن أنت في هذا البيت من ناحية الصحية آمن ومن ناحية نفسية آمن وقدرتك على الإنجاز جيدة ممكن تقلق بشأن صحة أحد الأحبة ولكن مش بصحتك أنت برج العقرب طبعا بما أن القمر موجود كمان اليوم في برج العقرب وحط نقاط أمان وفي زوايا قوية وإيجابية لإلك فأنتو اليوم نشيطين وحيويون وبنجذب لكم أفراد الجنس الآخر بادروا لخطوة جديدة من شأنها أن الدعم من مركزكم الاجتماعي بتدور الأحداث اليوم بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجك ممكن تستعيد كامل حيويتك وتتلقى جوابه بتنتظره ممكن تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة بتنطلق بمهمة طال انتظارها فيه إشي جديد ممكن اليوم يدخل حياتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى البيت الثاني الشوي لسه المصاريف تستنى في نوع من أنواع الدعم أو بانتظار دعم معين أو بانتظار وضع مالي معين الأجواء الآن بتأخذك باتجاه الصرف ما بتأخذك باتجاه الحصول في بعضكم ممكن يحصل بعض الأموال من عمل إضافي ولكن المصاريف أو الالتزامات أكبر من هيك أما بالنسبة للبيت الثالث اليوم في عندك نشاط وعندك حركة وعندك سرعة بديهة عالية جدا وقدرة على الإقناع ممتازة ممكن تنشط بأكثر من مسار أو بأكثر من اتجاه ولكن بالمقابل حاول أنك تركز وما تكون عصب المزاج يعني اضغط على حديتك شوي يعني ما في داعي للتوترات ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالبيت الرابع بركز على وضع البيت ما زالت الأجواء العائلية هي اللي مأرقيتك بالفترة هاي من كثر الاضطرابات اللي موجودة فيها ما بين خلافات ما بين نقاشات ما بين اجتماعات ما بين مساعدات ما بين أعطال ما بين قلق يعني الوضع كله مضطرب على مستوى البيت عشان هيكل البيت هو أكثر إشي رح يأخذ من تفكيرك خلال هذا النهر حاول تركز حل أمورك بدون مشاحنات وبدون مشاكل بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي بأوجها العلاقة اليوم بتلاقي العلاقة مع الحبيب قوية ممكن تفكر في نزوة أو مغامرة خلال هذا اليوم ممكن تهتم بشؤون الحبيب كثير ممكن تهتم بأحد الأبناء برضو أو بنشاطات فكرية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة على المستوى الصحي حاول تحمي حالك من بعض التقلبات أو الوسواس وبرضو بدك تهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بالعمل ممكن تنشغل بكثير من الأعمال خلال الفترة هاي وتلاقي إنه الوقت بصبقك وما بتقدر تنجز كل شيء أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة بيسبب نوع من أنواع التقلبات السريعة يا إما تقلبات سيئة يا تقلبات إيجابية ممكن اندماج كامل بعلاقتك مع الشريك وممكن خلاف تام بعلاقتك مع الشريك عشان هيك فيه مفاجآت دير بالك من المفاجآت هاي لأنها إيجابية أو سلبية وما فيه داعي إنك تضخم الأمور وتحتد وتعصب بالنسبة للبيت الثامن الأجواء على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالأموال هاي ضاغطة عشان هيك أموال الشريك أو المصاريف أو المتطلبات المالية مرهقة جداً بالفترة هاي خصوصاً أمور إلها علاقة بدين أو بقرض أو بأمور إلها علاقة بأوراق دير بالك على أموالك من السرق أو الضياع وخفف من المصاريف وممكن يكون فيه عندك بعض الالتزامات أو الدفعات استشفائية أما بالنسبة للبيت التاسع البيت التاسع تقريباً فيه نوع من أنواع الإيجابية ولكن مش هالإيجابية القوية فعشان هيك ممكن يتعطل موضوع إلو علاقة بالسفر أو يتعطل مسألة إلها علاقة بالتنقلات إذا كان عندك حوار أو نقاش أو معاملة حاول إنك أنت يعني تركز فيها بشكل جيد وما تعتمد على الحضود فيها كشيء مطلق أما بالنسبة لبيتك العاشر فبيت السمعة هنا يعني بيهدد بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالسمعة كناس تتآمر عليك كأنك أنت تتغيب عن عملك تدخل بمواجهات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أو حتى ببعض المسائل اللي إلها علاقة يعني بالطبقة المخملية أو بطبقة الناس الراقي يعني ممكن تدخل بصدام أو يعني زعل أو عتب أما بالنسبة لبيتك 11 فبيركز على بعض الأمور اللي إلها علاقة باللقاءات والاجتماعات وهو جيد جدا فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب ببيت المتاعب يعني تقريبا آمن شوي عليك بيعزز بعض النقاط القوية لإلك ممكن أنه اليوم يعني تحس ببعض الأمور الجيدة ممكن تقلق على صحة أحد الأحبة أو زيارة أو عيادة مريض بالفترة هاي برج القوس طبعا الأجواء لسه ضاغطة لغاية ساعة المساء بعدين بتتحسن الأجواء نسبيا عشان هيك منقول لك دير بالك لفترة هاي ما تحاول أنك أنت تضغط حالك كثير لسه الأجواء ما إجت بالشكل المناسب اللي أنت بدك يا من ساعة المساء بتتغير الأجواء بتصير لصالحك أكثر وممكن أنك شوي تحقق بعض الإنجازات ولكن في المساء زي ما حكينا طيلة النهار ما زالت الأمور ضاغطة على المستوى النفسي وعلى المستوى الصحي وعلى مستوى تعطل بعض الأعمال أما بالنسبة لا بدك الثاني على المستوى المالي الأجواء يعني ممكن تحمل بعض الفرص المالية أو تهتم ببعض الشؤون المالية عشان هيك تركيزك رح يكون على المال بشكل أو بآخر ولكن حاول أنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث ما عندك فوضى فوضى بالتنقلات فوضى بالاتصالات فوضى بالحوارات فوضى بكل الأمور اللي إلها علاقة بالبيت الثالث حتى بطريقة تعاملك مع الإخوة أو الجيران فيها نوع من أنواع الاضطراب ركز في هذا البيت جيدا لأنه ممكن كلمة تطلع منك تسبب لك إحراج أو تسبب مشكلة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة جدا على مستوى البيت الرابع وعلى مستوى البيت يعني تقريبا فيه استقرار كامل أو فيه هدوء حاول أنك أنت تكسب هذا الهدوء ممكن تنشغل فيه ترتيب تصليح أمور إلها علاقة ببعض المشتريات الإيجابية للبيت أو تهتم بشأن عائلي معين ورح يكون فيه نتائج إيجابية وممكن تحصل على النوع من أنواع الدعم من أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس البيت الخامس على المستوى العاطفي أنت شوي مقصر فيه ممكن مهمل ممكن ما عندك العاطف الجياشي ممكن تتهرب من مسألة معينة عشان هيك حاول ما تهمل الحبيب أو تهمل شؤون أحد الأبناء بالفترة هاي على أساس أنه ما تمفتح عليك جبهة أنت بغن عنها صحيح أن القمر بسيوصل عندك هذا البيت بصير قوي ولكن اليوم حاول أنك تهتم حتى لو من باب وجودك بالأحبة بالنسبة للبيت السادس طبعا على مستوى الأعمال الأجواء جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ولكن ممكن يكون فيه بعض الأخطاء أو عمل يتواجه فيه بعض الصعوبة على المستوى الصحي ممكن تشكو من بعض التوترات الصحية تيجي بشكل مفاجئ وبتروح بشكل مفاجئ ولكن دير بالك على أسفل الظهر عندك وبرضو على بعض الإصابات اللي ممكن تكون عن طريق المطبخ أو عن طريق العمل اليدوي بالنسبة للبيت السابع طبعا الأجواء فيها حدية وفيها صدامات ومواجهة ما بينك وبين الأحبة أو الحبيب أو الشريك الزوج الزوجي عشان هيك انتبه من أي خلافات ممكن تحدث أو سوء تفاهم يصير ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فهو أنا بدك تركز بشكل جيد لأنه في بعض المكاسب اللي ممكن تجيك عن طريق قرض أو عن طريق دعم ممكن يعني تهتم ببعض الأشياء الغيبية أو تهتم ببعض الكتب الخيالية أو تهتم حتى بمواضيع قديمة بالفترة هاي حاول إذا دخلت بنقاشات بس أنك ما تتزمتش برأيك بالنسبة للبيت التاسع الأجواء يعني مش قوية على مستوى أمور البيت التاسع كامتحانات كنقاشات كسفر يعني إذا كان عندك امتحان أو مقابلة اليوم بدك تركز بشكل جيد انتبه أثناء قياتك للسيارة على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة ممكن توطد علاقتك ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل ممكن تفتح أبواب جيدة للتواصل وممكن ترتاح من بعض الأمور اللي إلها علاقها بعمل ما ممكن تسمع كلام إطراء اليوم أو ثناء على إنجازك لبعض الملفات اللي كان صعب إنك تنجزها بالفترة الماضية بالنسبة لبيتك 11 ما زالت الأجواء ضاغطة بسبب سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو توتر ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن تنزعج من شيء معين أو من كلمة معينة تكون مش لمصلحتك إنك تسمعها عشان هيك بقولك طنش وما تركز كثير أما بالنسبة لبيت المتاعب طبعا هنا اليوم كمان زي ما حكينا بتجتازوا بصورة عامة يوم غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم موجود أي مخاطر بس إنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة حاذر من بعض المحتالين ومن بعض خيبات الأمل الحضوذ بالفترة هاي بتكون قليلة أهمش إنك متجازف بانتظارك يعني تأخير على بعض الأمور أو فوضى من المستحسن عدم الارتباط بمواضيع مهمة لغاية ساعات المساء بعدين بعد ساعات المساء بتلاقي الأجواء تغيرت وصارت لصالحة برج الجدي طبعا الأجواء أحسن بالنسبة لبرج الجدي ولكن بتكون تنتبهوا إنه في ساعات المساء القمر رح يوصل لبيت المتاعب فحاولوا تنجزوا خلال النهار كل الأشياء الضرورية والمهمة اللي حابين تنجزوها قبل ما تيجي ساعات المساء في بعض الاهتمامات النفسية اليوم أو الشخصية ولكن رح تحس إنه في بعض الأمور رح تنوعد فيها ورح يخلفوا معك فيها عشان هيك حاول إنك أنت تنجز الأشياء المهمة أما بالنسبة للبيت الثاني فالضغط على المستوى المالي عالي جدا عليك متطلبات عليك مصاريف عندك رغبة للمشتريات أو للتسوق وتصرف الفلوس ممكن إنه شوي أنت مش مركز فيها بشكل واضح أهم شيء بعد عن المشتريات الغير ضرورية وما تورط حالك في مسائل مالية أما بالنسبة للبيت الثالث طبعا هنا لأجواء جيدة على مستوى تنقلاتك واتصالاتك وحواراتك وعندك قدرة هائلة جدا على الإقناع اليوم ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أو يكون لك تعامل في بعض المسائل الضرورية والمهمة في بعض الأشياء اللي رح تنجزها خلال هذا اليوم ما رح تنزعج من الاتصالات ولا من التنقلات يعني الأجواء جيدة جدا على مستوى البيت الثالث أما بالنسبة للبيت الرابع في ضغط على مستوى البيت ممكن خلاف سوء تفاهم أو ظهور بعض الأعطال المنزلية اللي تطلب منك نوع من أنواع الاهتمام الكبير فعشان هيك ركز ودير بالك من الانتقاد اللاذع أو توجيه التوبيخ أو يعني كلام جارح خصوصا على مستوى البيت ممكن بعضكو يكون عنده مناسبة أو يعني حدث معين إلو علاقة بالبيت يكون شوي موترو أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي بتشعر في بعض الفراغ في عندك فراغ عاطفي كبير اليوم بتحس في أنه في نوع من أنواع الإهمال أو التقصير ما بينك وبين أحد الأحبة ممكن أحد الأحبة يتصرف تصرف يكون مزعج بالنسبة لإلك ومفاجئ فهذا الإشي رح يوترك دير بالك برضو من فرض السلطة بشكل كامل خصوصا على أحد الأبناء لأنه ممكن يتمرد بالفترة هاي أو يظهر نوع من أنواع الكلام اللي أنت ما بتحب تسمعه أما بالنسبة للبيت السادس على المستوى الصحي بدك تنتبه من بعض التقلبات الصحية عشان هيك راعي وضعك الصحي بشكل جيد وانتبه لأعمالك ما تخلي أعمالك تتراكم عشان هيك بقولك انجز الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما يجي وقت أنك تقصر بإنجازها أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك الأجواء تقريبا منقدر نحكي أنها مستقرة شيئا ما يعني إن صار خلاف بصير خلاف بسيط ولكن سهل جدا أنك تعلجه الأهم أنه تكسب هذا اليوم ودعم الزوج أو الزوجة لا إلك توتر موجود وردات الفعل سلبية عندك أنت مش عند الزوج بالنسبة للبيت الثامن طبعا إذا في أي معاملة مالية بتتعلق بكفالة أو بتتعلق بضمان أو بتتعلق بأموالك بدك تحذر انتبه من النصابين والمحتالين انتبه على أموالك من السرقة والضياع وانتبه برضو أنك توقع على أوراق بدون ما تقرأها صح أما بالنسبة لبيتك التاسع ممكن تنشط اليوم باتصالات خارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بشخص خارج البلاد أو أنك تهتم بامتحانات أو مناقشات أو إشي العلاقة بالجامعة الأجواء جيدة ودعمتك بقوة أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء دير بالك على سمعتك الفترة هاي دير بالك على عملك يعني ما تهمل بعملك ما تهمل بوظيفتك ما تهمل بالأشياء الموكلة للا إلك وخلي علاقتك جيدة مع زملائك ورؤسائك بالعمل وحاول أنك ما تشوه سمعتك بأي تصرف أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا القمر موجود فيه فعشان هيك بتنشطوا اجتماعيا بتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أهم شي إنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب بتفرح بوجود أحد الأصحاب وبترفع عن نفسه في لقاء ودي غير منتظر أما بالنسبة لبيت المتاعب زي ما حكينا الأجواء ما زالت جيدة ولكن في ساعة المساء يعني رح تجتازوا فترة يعني غير مريحة صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر إلا أنه بتطلب منك الموضوع أنك تنتبه على صحتك وتنتبه على أعمالك برج الدلو طبعا أنا ما بتعمد يا برج الدلو خصوصا للشخص اللي علم أنه أنا بحكيش غير سلبيات عن برج الدلو أنا ما بتعمد أني أحط ضدكم يعني أو أحكي كلام ضد موليد برج الدلو برج الدلو إحنا حكينا البيت الأول مبارح وحكينا أنه هاي الكواكب كل هاللي موجودة يعني زحل، المشتري، الشمس، عطارد، الزهرة كل هاللي موجودات عندك هدولة كل هم اللي موجودين كل هم داخلين في الحيط يعني ما فيه وين الإيجابية الإيجابية في الشمس والباقي كله ممتحس من وين أجيب لك معناته إشي سعيد على المستوى النفسي فيه تقلبات كثيرة على المستوى النفسي موجودة عندكم عشان هيك اللحظة بتكون ممسوط لحظة بتتنكد لحظة بتطلع لك إشي من تحت الأرض بيخليك تتوتر بيخليك تعصب بيخليك تحتار مواضيع قديمة بتراجعها في مخك مئة ألف شغلي وشغلي بتصير معك يعني أكذب عليك إذا أنت وضع غير هيك قل لي أنا وضعي غير هيك أنا مبسوط وطائري من الفرح وعندي أموال وعندي حبيب وعندي وعندي وما في مشاكل وعيش بسلام وهدوء عادي جداً ما رح أزعل منك أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعاً هنا على المستوى المالي طيب في عندك اليوم في عندك فرص مالية وعندك مكاسب مالية ابتيجي من العمل إضافي وممكن تيجيك مستردات مالية أو هبات أو مساعدات أو هدية حتى الأجواء جيدة خصوصاً لموليد آخر العشرية الثانية وأول العشرية الثالثة طيب بما أنه هاي الإيجابية موجودة طيب ما عندك مصريف وعندك الاتزامات زيادة طيب بلها بلنا اش نحكي لك لا جايك مصري طيب بالنسبة للبيت الثالث أنت مضغوط يعني أنت عصبي وحاد الطبع والأمور مش ماشية مثل ما بدك حتى بقيادتك للسيارة منفعل حتى باهتماماتك بأمور النقاش والحوار بخلص عناتك بأوجها طيب شو أعمل أنا فاقد للصبر وما عندك صبر كتير في الفترة هاي ركز شوي تمشي الأمور بالنسبة للبيت الرابع طيب عندك كل زوايا التربيع اللي موجودة بالبرج تاعك اللي في بيتك الأول كل الكواكب عامل زوايا تربيع مع أورانوس ومع المريخ يعني زوايا سلبية طيب على مستوى البيت أقول لك البيت جنة أنت مبسوط في البيت كل الأمور في البيت ماشي مثل ما بدك ما تزبطش يعني فيه أعطال فيه اهتمامات صحيح أنه الأجواء مش بوتيرة الأيام الماضية ولكن فيه مفاجأة فيه أشياء مفاجئة بتصير على مستوى البيت وأحداث على مستوى البيت وبطلع الصوت بشكل مفاجئ أعطال على مستوى البيت بتصير ولكن برضو فيه أشياء إيجابية موجودة على مستوى البيت بتصير بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الخامس لا إليك على المستوى العاطفي فمنلاقي أنه برضو الحبيب مش ماشي مثل ما بدك والأبناء مش ماشين مثل ما بدك وبرضو رغم هيك أنت محتد وبرضو في عندك تقصير وبرضو كلامك لاذع طيب من وين أجيب لك أنا الإيجابي وين الإيجابية في الموضوعات ممكن بعضكم إذا طالعوا بساعدوا على أن تكون الأجواء العاطفية جيدة ماشي بحقق بعض الإنجازات العاطفية الزهرة ممكن تساعدك في هاي النقطة بزاوية تثليث يعني بتكون الأجواء فيها إيجابيات ولكن الأغلب من موليد برج الدلو في عندهم مشاكل عاطفية بالفترة وسوء تفاهم ما بينهم وبين الأحبة وحتى ما بينهم وبين الأبناء بالنسبة للبيت السادس جيد يعني على المستوى الصحي تقريبا بنقدر نحكي إنه الأمور جيدة شيئا ما يعني إذا الأمور أمور جلدية أو أمور إلها علاقة ببعض الإضطرابات اللي بتيجي صحية وعكات صحية سريعة ولكن إجمالا إلا أجواء يعني فيها إيجابية وبتقدر تنجز أعمالك بوقتها وعندك قدرة على إنجاز بعض الأعمال بالفترة هاي وما بتسمح لأعمالك إنها تتراكم أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة اللي هو مقابلك تماما ساحب من طاقتك في بعض السوء التفاهم بصير ما بينك وبين الشريك أو بين الزوج والزوجي بالفترة هاي ولكن مش بالقوة يعني سهل جدا المصالحة والتراجع أو تتراجع عن قرارات سابقة أو إنه حتى إنه ينتهي الخلاف بسرعة بالنسبة للبيت الثامن بيركز على أمور الأموال المشتركة جيد يعني إذا بدك قرض بدك مساعدة أمور تحل بعض القضايا اللي إلها علاقة بالأموال الدولة زي بنك ضريبة تأمين هاي كلياتها جيدة لصالحك بتدعمك بشكل قوي ممكن تحصل بعض الأموال حتى من شراكة أو من مشروع جديد الأجواء جيدة بالنسبة للبيت التاسع مش جيد يعني على مستوى السفر على مستوى اتصالات خارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد في سوء تفاهم حتى على مستوى نقاشاتك وامتحاناتك الحظ بعيد كل البعد عنك باليومين هدول فعشان هيك يعني بدك بدك تتعب على حالك شوي وما تعتمد على الحضوض عشان تنجز هاي الأمور طيب بالنسبة للبيت العاشر من القمر موجود فيه هاي الفترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على عملهم بينجحوا بإثبات جدارتهم ونغير رضى المسؤولين عنهم زي رؤسائهم أو زملائهم بالعمل منكم ممكن يهتم بصحة أحد الوالدين أو ممكن أهمش إنك ما تنجر وراء تسرع والإنفعال بدك تكون هادئ عشان ما تشوهش سمعتك عصبيتك شوي ممكن تفلت هيك ما تقدرش تسيطر عليها بشكل قوي عدائي في بعض الأوقات بدك تحاذر من الخلافات يعني بس هيك إذا أنجزت كل هاي الأمور واحتاطت من هاي الأمور ممكن يجيك تكريم أو هدية من مكان عملك بالنسبة للبيت الاجتماعي طبعا بيتك الاجتماعي ما في القمر موجود في بيت متاعب وبيضغط عليك بشكل قوي ممكن حتى أصحابك يتجمعوا في مكان وما يعزموك ممكن تروح على مكان على أساس عزومي مثلا أو دعوة لحفلة أو هذا يتلاقي الأجواء مش ماشية مثل ما بدك أو ممكن يهاجموك فعشان هيك الأجواء بتحمل مشاحنات ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو ما بينك وبين بسبب علاقة علاقة اجتماعية أما بالنسبة لبيت المتاعب بيت المتاعب جيد بدعمك بشكل قوي على المستوى الصحي وعلى المستوى يعني على مستوى بعض الأمور اللي لها علاقة بالطعام أو التغذية أو المشروبات الأجواء جيدة مسانديتك في هاي الأمور ممكن القلق يكون على صحة أحد الأحبة أو على زيارة مريض أو زيارة مريض برج الحوت طبعا اليوم الأجواء عندك جيدة جدا نفسيتك ممتازة مشحون بطاقة إيجابية الأمور بتمشي مثل ما بدك يعد تقريبا أنت اللي موتر حالك بس أما هي الأجواء ماشي يعني اتركها بتمشي لحالها بتنحل الأمور لحالها عندك زوايا قوية جدا يعني عندك زاوية تثليث زاويتين تسديس جايات كلهم عندك على النبتون بقونه بشكل كافي اللي يتشحنك بطاقة إيجابية وممكن حتى أنك تكون يعني نفسيا مرتاح أو بتمشي الأمور بشكل جيد بالنسبة للبيت الثاني هنا في ضغط موجود على المصاريف على الدفعات القلق المالي هو أكثر إشي بوترك بالفترة حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية ابعد عن المصاريف لزيادة الأمور المالية فترات يعني هي ضغطة ولكن شوي إن شاء الله وبتنحل الأمور وبصير فيها أشياء وبتمفرج الأمور المالية هم إشي أنك تحاول أنك نفسيا وصحيا بتكون بأمان أما بالنسبة للبيت الثالث بتلاقي التوتر على مستوى النقاشات والحوارات والعصبية بشكل مفاجئ بتظهر أشياء بتخليك تفقد السيطرة على نفسك اضبط أعصابك قدر الإمكان ما في داعي للمواجهات اليوم اليوم يعني من المفروض أنك تعكسه لشكل إيجابي فيه زاوية تسديس جاية بشكل قوي بتربط ما بين نبتن ما بين المريخ ما بين أورانوس ما بين القمر الأسود يعني فيه أجواء جيدة موجودة علشان هيك حاول تستغلها حاول اليوم هاي خفة الروح اللي عندك قدرتك على الإقناع والحوار جيدة جدا عندك نشاط قدرة على الاتصالات عليه جدا استغلها بالنسبة للبيت الرابع طبعا البيت الرابع على مستوى البيت فيه إلا يطلع فيه شوية أشياء منغصات خلاف سوء تفاهم تنشحن عطال ما تمشي الأمور مثل ما بدك ولكن إجمالا أنت بتقدر تسيطر على الأمور بشكل كبير والأمور راح تكون لصالحك بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيدة جدا ممكن اليوم فرحة أو مناسبة أو اهتمام بأحد الأبناء يكون بشكل مميز أو بالحبيب ممكن تفكر بنوع من أنواع ترفيه عن نفسك بشكل أكبر الحضوضة بتدعمك بشكل قوي بالنسبة للبيت السادس على المستوى الصحي شوي فيه تقلبات صحية شوي فيه توترات صحية عشان هيك يبدك تراعي الوضع الصحي ما تجد حالك كثير وبرضو ما تهمل أعمالك عشان أعمالك هاي ما تتراكم عليك وحاول أنك ما تحمل يعني الإشي اللي مش ضروري والمهم ما تحمله يعني ما تدخل فيه اشتغل على الإشي الضروري بس بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة الأجواء قوية جدا بما أنه مشحون بيتك الأول بقوة فبيتك السابع برضو مشحون بقوة يعني فيه نوع من أنواع التضافر أو التلاقي القوي جدا ما بينك وبين الشريك بالفترة هاي أو التقارب ما بينك وبين الزوج بشكل قوي ما فيها الأشياء الضارة أو ضاغطة عليك ممكن مناغصات خفيفة أو سوء تفاهم بسيط ولكن بنتي فيه لحظته عشان هيك الدعم قوي بالفترة هاي بالنسبة للبيت الثامن هنا الأموال المشتركة هي اللي عليها خلافات أو نقاشات أو حوارات ممكن بعض المصاريف أو الالتزامات أو الدفعات أو القلق من وضع مالي معين هو اللي يترك ممكن بعض الأوراق القانونية أو المعاملات أو المؤسسات الدولية إذا إلك أملاك زي ضريبة أو تأمين أو هذا هي اللي عليها مشاكل أكثر شي هي مساء الوقت إن شاء الله وبعدها ممكن يصير بعض الحلول أما بالنسبة لبيتك التاسع فطبعا القمر موجود في البيت التاسع بشكل زوايا قوية وهو سعيد فعشان هيك ممكن يصلكم خبر سار من بعيد أو أشخاص يجوا من بعيد وتشعروا بقوة العاطفة مع أحبائكم يوم مناسب لإجراء مقابلة ممكن تسافر في رحلة أو أحد المسافرين هم اللي يجوك بتفرح لإنفراج وتسوي مهمة ممكن تهتم بهواية جديدة وتكون حيوي ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة عالية جدا على التواصل مع محيطك بالنسبة لبيتك العاشر الأجواء تقريبا ضاغطة على المستوى اللي هو بيت السمعة عشان هيك نقول لك دير بالك ما في داعي أنك تتوتر كثير ما تهم الأعمالك ما تشوه سمعتك ما تحاول أنك أنت يعني تدخل بصدامات ما بينك وبين رؤسك أو زملائك بالعمل لأن الفترة هاي برضو بتضغط عليك بشكل كبير على بيت السمعة وخصوصا القمر في بيت متاعبه عما بالنسبة لبيت المناسبات الاجتماعية فاليوم جاء قوي جدا فهذا بيحمل لك إما المناسبة سعيدة أو فرحة أو إنجازات راح تكون جيدة جدا ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة ومناسبة أو تكون عندك أنت المناسبة السرة فعشان هيك حاول تستغلها بكل قوتها الأجواء مناسبة وبرضو تحمل لك بعض الأشياء الإيجابية اللي ممكن يجيك من خلالها دعم أو بعض الحلول بالنسبة لبيت متاعبك طبعا هنا كل الضغط الكواكب اللي موجود في بيت المتاعب هو اللي بيعركس بعض الأمور أو بيعطل عليك بعض الأمور التقلبات اللي بتيجي على المستوى النفسي أو على المستوى الصحي أو بتيجي على مستوى صحة أحد الأحبة أو بتراكم بعض الأشياء أمور بتنوعد فيها ممكن يخلفوا فيها كل هذا بسبب بيت المتاعب والضغط الموجود على بيت المتاعب هانت ما ظل إشي كثير هاي الشمس بلشت يتقرب من برجك مجرد ما وصل عيد ميلادك بتلاقي الأجواء كلها تغيرت 360 درجة وأصبحت قوية لإلك من عيد ميلادك تبدأ سنتك عشان هيك الفترة هاي من كل سنة بتلاقيها فيها ضغط لأنه الشمس بتكون في بيت المتاعب فما بالك كل الكواكب لما تقول أنت عطارد بتراجع في بيت المتاعب الشمس في بيت المتاعب المشتري في بيت المتاعب وزحل في بيت المتاعب والزهرة في بيت المتاعب يعني برضو الله يعينك الضغط مش سهل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة